ننتمي لثقافة متقربة فلما هي تلبس حاجة تبقى الحاجة دي بشكلة أو بآخر مفهومة بالنسبة لي ما قولهش إيه اللي انت لابسها دا ما قولهش إيه اللي انت لابسها دا طب انتو شفتش إنه في رجالة كتير مثلا ممكن ياخد واحدة شكلها حالو بتلبس حالو وشخصيتها قوية وبتعيجي بعد الجواز فاجئة وإلها وشخصيتك المريضة دي هنغيرها ولبسك اللي بتلبسيه دا مش هيتنزل بيه تاني طبعا هو شف فيها قماشة حلوة طوب لطيف فقرر ياخده ويفصله على ما عيسه بعد الجواز بقى تحترمي نفسك اختاروا ناس شبهك تاني اختاروا ناس شبهك يعني ايه شبهني يعني نفس المدرسة نفس التربية ثقافيا واجتماعيا يعني ايه ثقافيا واجتماعيا يعني بنفكر شبه بعض الموضوع مش مدرسة بس ومش تربية بس الموضوع عوامل كثيرة جدا قدت لان كل واحد فينا يبقى شخص قائم بزيته ابقى انا قادر افهمها وقدر اتفهمني قادر اقبلها وقدر اتقبلني زي مان عارفة ببساطة كده عشان نخلص حدوثة التوافق لو قدرتي تقبليه زي ما هو انتم متوافقين يعني انا قدرتي تقبليه زي ما هو حتى لو بيغير عليها بزيادة لا بيغير عليك بزيادة عادي وتكلمي معا وفرقه كويس قوي بين الغيرة والشك اه لا الغيرة ان هو يكون خايف من اللي حوالي الشك ان هو شكك فيه انا انا بخليهم وما يبصوا علي الغيرة خايف علي من الناس الشك خايف على نفسه مني خايف على نفسه مني؟ من سلوكي هيحصل ايها خايف على سمعته خايف على رجلته خايف على الست بتاعته اه ولا ان انا بيعه في اول طريق مثلا هو مش كل الشك شك في رجاله في شك في ان انا ما بقاش مخلص في الرجل اللي قاعد مخبي كل حاجة عن مراته كسب صفقة في الشغل خايف يقولها لا تطمع فيه اه انا عايزة الحاتم اللي قلت لك عليه اترقى ما يقولهاش اه لا تبدأ تقوله نودي الولاد مش عارف فيه ما هو ده برضه شك اشتركوا في القناة